من كرة اليد ليه كرة القدم وتحديداً لمنتخبنا الأولمبي عايزين نشير إن منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بيوصل أكيد استعداداته لانطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبيات باريس 20-24 مبارح الحقيقة عاملوا ماتش يتقال عليه جيد مع الكونجو وده كان ماتش ودي اتعدله سلبياً في هذا اللقاء استعداداً للبطولة اللي طبعاً هتنطلق يوم 24 يونيو حتى 8 يوليو وحتتلاعب كل فعالياتها في المغرب منتخب مصر الأولمبي في المجموعة التانية في هذه البطولة مع منتخبات النيجر والجابون ومالي وإن شاء الله حيستهل مشواره بمواجهة النيجر يوم 25 من يونيو الجاري بيتأهل أول 3 مراكز في هذه البطولة لدورة الألعاب الأولمبية ويا رب يعني بيتمنى أنه يتكرر مرة تانية إنجاز البطولة السابقة يعني بعد ما حصدنا لقافها في 2019 لو حضرتكم فاكرين كانت أقيمة هذه البطولة في مصر وقتها تأهلنا لدورة الألعاب في توكيو نتمنى إن شاء الله الموضوع دي يتكرر إن شاء الله الفترة اللي جاي خلينا ننتقل لمنتخبات